احنا قلنا ان الاحكام التكلفية ديت ديت بتختلف من شخص لاخر وده الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى الحكم الشرعي ثابت لا يتغير لا احد يستطيع ان ينكر ان الصيام فرض واحد اركان الاسلام لا فيش فيها كلام لكن هذا الرجل الصوم في حقه واجب لو ما عندهش اي مشكلة ما عندهش اي مرض ليس مسافرا وليس عنده عز يبقى الصوم في حقه واجب طيب عنده عز شرعي كأن الطفل ده مثلا يعاني من فقر الدم من الانيميا بصورة حد لا هذا لا نقول لوص الصيام في حقه يقع بين المكروه وبين الحرام لاننا عند نص لا تلقوا بأيديكم الى التهلك ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمة فلا يوجد ابدا اي شريعة تقول انك تؤدي هذه العبادة ثم يحدث لك مكروه لا يمكن الحفاظ على النفس له اولوي ومن ثم الطفل الذي لديه القدرة على الصيام تواصل الصيام دون مشاكل صحية ودون مشاكل ادراكية في المعرفة وفي تحصيل العلم وفي الرياضات البدنية التي يقوم بها قلو ماشي طم صيامك جائز مباح مستحب وهل يجازى عليه؟ نعم يجازى عليه؟ رغم انه لم يبلغ الحلو المجازى هنا؟ المجازى هنا؟ هو يجازى من ناحية لانه تعود والوالدين والبيئة المحيطة به تجازى على هذا الامر لان النص الشرعي عندنا السيدة اسمها الربيح هي من الانصار كانت تقول كنا نصوم ابناءنا وطبعا قبل الافطار يشعروا بالجوع فكنا نعطي لهم اللعبة من العهن من الصوف يعني يلعبون بها او يتلهوا بها الى وقت الافطار في صحيح البخاري كذلك معلقا قول سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه رأى رجلا يسكر او سكيرا في نهاية الرمضان قاله تسكروا وابناءنا صيام وصغارنا صيام فددل على ان الصغار كانوا يعودون وبالتالي هم يعني هذا التعويد في مصلحتهم اولا في بعد التكليف بعد ذلك حين يبلغوا يبقى عندهم الخلفية الامر الثاني هذا يقع في اولوية ومسؤولية الوالدين والبيئة كلها انه تساعد هذا الطفل على التعود على هذه العبادات اشتركوا في القناة